في كتير ناس هجرت على أوروبا ونسيت أصلة وفصلة والأقبح من هيك أنه بتتغنى بالثقافي وبالإنسانية الأوروبية وبالمساعدات الأوروبية وأنه احترمونا وقدرونا وأنطونا بيوت وأنطونا مصاري وحكمونا ودرسونا بس مش مستعد أو مش مستعدة هاي النوعية من الناس وكتار أنه يسأل نفسه سؤال ليش هذا كله؟ شو السبب؟ أنا بقولك شو السبب؟ السبب الأول اللي بدي إياك تفهمه أنه السياسة الأوروبية بتعتمد على شقين الشق الأول أنه تضربك وتدمرك وتهجرك وترشعك للعصر الحجري زي ما صار ببلادنا وهاي حقيقة يعني ما جبت شي ما عندي إذا منرجع لخمستاشر سنة شوفوا الحروب اللي دارت ببلادنا بمسميات كتيري مننا إرهاب مننا حقوق إنسان مننا صلاطين رؤساء ظالمي أمور كتيري أمور كتيري أمور كتيري وبنفس الوقت بالمقابل بيطبط على كتفك من الجهة التانية يعني السياسة الأولى بيدمرك وسياسة التانية إنه بجمر بخاطرك فأكيد هني عارفين إنه بعد كل حرب وخصوصا الحروب اللي صارت عمدار خمستاشر سنة رح يكون فيه هجرة على أعلى مستوى وهني راضين فيها رغم إنه هو الإعلام بسلط الضوء إنه برفضة أو إنه ما عادش يقدر يتحمله سياسات عشان ما يفهمكش رازق من إجريك وإنتي بتحب تكون غشيم فإنتي بتسافر وتروع على بلده فهو بيستقبلك بيأمن لك الطبابي وبأمن لك المصاري وبأمن لك شغل وبأمن لك بيت وبأمن لك أمور كثيرة فإنتي بتصير تمدح وتعلي فيه أكتر وأكتر وبتنسى مجازر اللي عملها ببلدك وحتى بتصير تدافع عن سياسته ضد بلدك وبيتك ومجتمعك وقد يكون إسلامك لأنه في مثل بيقول طعم التم بتستح العين فكتير من الناس بتطلع وبتتبجح وبتحكي إنه شو قدمونا وشو عملونا واستقبلونا أنا رح أفهمك شو سبب هاي المساعدات والخدمات اللي بتاخدها وشو سبب إنه هن بصرفوا ملايين الدولارات عليك وعلى غيرك مش للسواد عيونك ومش عشان تعيش عيشة كريمة ولا عشان تأمن مستقبلك أو تأمن مستقبل أولادك لا 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 ولا إنه هن بتعاملوا معك كورمال حاسين بمشكلتك لا 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 يعني هن لو بدي حسوا بمشكلتك من الأساس كما بتدمروه لك بلادك فهمني أو مش فهمني بتمنى يكون الكلام واضح لأنه بعض الناس بدك تشربها بالمعلة فهن بالأساس المجتمع الأوروبي من قسم لثلاث أقسام قسم لواط وسوحاقيات وقسم عايش حياة بدون خالة من المسئولية لا بد يتجوز ولا بد يعمل عالي بكونهم صاحب هي ببيتها وهو ببيته القسم الأخير اللي هو نسبة ضئيلة اللي بفكر إنه يتجوز وإذا تجوز قد يخلف ولد أو ولدين فالسياسة الأوروبية والمجتمع الأوروبي والحكومة الأوروبية عارفة إذا ضلت هيك الحياة إذا كانوا عشرين مليون بد يصيروا عشر مليون ومع مرور الوقت بد يصيروا أقل وأقل فهن بيستغلوا ظرف إنه الحروب اللي بيعملوها على بلدك أو على بلدك والمهاجرين اللي بيجوا لعندهم بغطوا العجز اللي شعبهم عايش فيه اللي هو اللواط والسحاقيات واللي ما بدي يتجوز واللي دراجز فأنت حضرتك بتيجي يا فهمان بقدمو لك كل وسائل الراحة مش عشان سواد عيونك هني عارفينك أنت رح تعيش سنتين ثلاثة عشر عشرين أربعين وتموت الأوروب بيفكر لمتين سنة لقدام ولكن هني بدن البزرين تاعتك اتغطي العجز اللي عندن تغطي العجز اللي عندن زي ما ضربوا بلادك وأخدوا البترول كلياته كمان أنت عندك بترول اللي هو ابنك وبنتك فابنك وبنتك طبعا والعربي والمهاشر بخلف خمسة وستة وكل ما خلف ولد كل ما دفعوا له أكتر في ناس خلفت تسعة كرمال يدفعوا له أكتر وأكتر فهني هم الأساس البزرين تاعتك وإن مجتمع ما يوصل لمرحلة الإنقراض ويظلوا أقوياء فهذا هو السبب الرئيسي لأنه بقدمو لك المساعدات انتاتك بقدمو لك المساعدات اللي أنت مكيف عليها ومبسوط فيها فأنا ما عم بقول لك ما تسافر أحسن ما يطلع واحد يقول لي شو يعني نضال ببلادنا مضطهضين لا أنا ما عم بقول لك ما تسافر ولا حد يجي يسألني يقول لي ليش أنت صفرت أنا عم بفهمك الجو والمجتمع والسياسة الأوروبية كيف بتفكر وما تنغش وما تعليهم لفوق وتقلل إيمي من مجتمعاتها فتحياتي لكم والسلام عليكم بتمنى الصورة تكون واضحة ترجمة نانسي قنقر